تحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى السنوية الثانية والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وقضيئت سماء المكان الذي تواجد فيه سابقا بورجا مركز التجارة بورجا مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك من خلال عرض ضوئي سنوي يمكن رؤيته على بعد أميال تخليدا لأرواح ضحايا الحادث 22 عاما مروا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتي استهدفت مراكز حيوية وسيادية في الولايات المتحدة الأمريكية راح ضحيتها الآلاف والتي كانت نقطة بداية للحرب الأمريكية على الإرهاب الذي كان مركزه تنظيم القاعدة الإرهابية في أفغانستان هجمات الحادي عشر من سبتمبر وقعت بعد اختطاف أربع طائرات نقل مدني بواسطة أفراد يتبعون لجماعة القاعدة الإرهابية تم توجيه الطائرات لتصطدم بأهداف محددة في الولايات المتحدة بما في ذلك ناطحة سحاب في الحي المالي في منهاتن استهدافت إحدى الطائرات مبنى البنتاجون مقر وزارة الدفاع الأمريكية فيما تحطمت أخرى في حقل في ولاية بنسلفانيا بعد أن استعاد الركاب السيطرة عليها من يد الخاطفين تدمير مركز التجارة العالمية والهياك الأساسية المجورة أضر اقتصاد مدينة نيورك بصورة حادة وكان ذو أثر كبير على الأسواق العالمية وتم إغلاق المجال الجوية أمام الطائرات المدنية الأمريكية والكندية حتى الثالث عشر من سبتمبر هذا اليوم العصيب الذي شهدته الولايات المتحدة كان له تداعياته التي غيرت بالتأكيد ملامح السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبطبيعة الحال بدأت حرب الولايات المتحدة على الإرهاب من أفغانستان فبعد أقل من شهر على الهجمات أعلن الرئيس الأمريكي حينها جورجي دابليو بوش عملية غزو أفغانستان بدعم من تحالف دولي للقضاء على تنظيم القاعدة بعد عشرين عاما من الوجود العسكري في أفغانستان اختارت الإدارة الأمريكية ذكرى يوم الهجمات ذاته الحادي عشر من سبتمبر موعدا رمزيا للانسحاب الكامل في عام 2021 صدم الانسحاب الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما انهارت في أسابيع القوات الأفغانية التي دربها الغرب ليؤكد الكثيرون أن الحرب الأمريكية على الإرهاب لم تثني التنظيمات الإرهابية حول العالم عن مخططتها الإرهابية